تحت رعاية الأمم المتحدة انطلق بتونس العاصمة ملتقى الحوار السياسي الليبي بعنوان ليبيا أولا بهدف الوصول لانتخابات عامة باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي ولتأسيس مرحلة ديمقراطية بحيث يتمكن الليبيون من اختيار ممثلهم الحقيقيين وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وفي كلمته في مستهل الحوار الليبي الليبية أكد رئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة أن يكون حل الأزمة في ليبيا نابعا من الداخل مشددا على حق الشعب الليبي في تقرير مصر الحل هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرة من ترابه وفي أجواء ليبيا وفي بحرها فله وحده حق تقرير مصيره بنفسه وتقتصر المشاركة في عملية الحوار السياسي الليبي على الليبيين فقط الذين تمت دعوتهم وعددهم 75 شخصا وذلك بعد تعاخدهم بعدم الترشح لأي منصب تنفيذية أو رئاسية في الفترة التحضرية وذكرت بعثة الأمم المتحدة بأنها حرصت على أن تكون آلية الاختيار شاملة لضمان تمثيل أوسع لكفة مكونات المجتمع الليبي وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفني ويليمس أنه تم بذل جهود كبيرة على مدار سنوات برعاية الأمم المتحدة للوصول إلى مشارف الاستقرار وإنهاء القتال في ليبيا نقف اليوم على مشارف ليبيا الجديدة بعد سنوات من الانكسام والتشدي والحروب والدمار والأزمات المتعددة إننا نخطو للأمام بخطوات واثقة في المصارات المتعددة التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة ويعقد الملتقى بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراري 2510 و2542 وكانت بعثة الأمم المتحدة دشنت المسار السياسي في فبراير عام 2020 بالجنافة وانطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الأولى في 26 أكتوبر عام 2020 في جلسة جمعت كافة أعضاء الملتقى عبر الاتصال المرئية ترجمة نانسي قنقر